اشتركوا في القناة اتساع المدينة شكله ايه كان فيها 13 الف دار ولما نقول دار معناها فيلا معناها جنينة معناها فيلا او بناء في وسط الحديقة وحديقة واسعة حول الدار كان فيها نصف مليون مواطن كانت المدينة التانية على مستوى العالم فيه كافية السكان اللي هي نصف مليون المدينة الاولى كانت بغداد 3 مليون التانية كرطبة نصف مليون التالتة اشبيلية اسلامية برضو 400 الف اعظم مدن في العالم اكثر مدن العالم كسافة وحضارة كان بيسموا كرطبة جوهرة العالم الناس اللي عايزة يعني تتفرج على شيء زا مسلمة وغير مسلمين يروح يتفرجوا على كرطبة يروح يتفرجوا على مدينة الزراء فرع من فروع كرطبة حي من احياء كرطبة يتفرجوا على قنطرة كرطبة على مزجة كرطبة على مكتبة كرطبة جامعة كرطبة يعني سبحان الله كان شيء مبهر الشوارع في كرطبة في ذلك العنق في التاريخ كانت مرصوفة مرصوفة بالحجر تخيل الشوارع كانت مضاقة ليلا في القرن 21 قام في بعض المدن غير مضاقة او بعض الكرة غير مضاقة مدينة كرطبة من الف سنة كانوا مضاقة ليلا كان فيها اسواق متخصصة يعني مش سوق المدينة كده جامعة لكل شيء لا فيه سوق للسلاح فيه سوق للذهب فيه سوق للكتب فيه سوق للظهور حتى اسواق حاجات غريبة الاثواق الزهور النادرة لها سوق خاص حيوانات النادرة لها سوق خاص كل شيء يعني عمليل سوق للاوراق وانواع الاوراق سوق للصناعات الكيميائية سوق للأدوية سبحان الله فعلا اكثر المدن علوة في مجال الاقتصاد كانت كرطبة في ذلك الزمن الجامعات العلمية كان فيها طبعا جامعة الجامعة الاموية وجامعة كرطبة من اعظم جامعات العالم وكلنا عارفين الرسالة المشهورة التي ارسلها ملك انفلترا الى احد يعني حكام المسلمين هشام بن عبد الرحمن الثاني في الاندلس ويرجوه في هذه الرسالة ان يعلم ابنته ومجبوعة من علماء انجلترا العلوم في جامعة كرطبة ومضى الرسالة خادمكم المطيع ملك انجلترا كرطبة كان فيها كم مستشفى داريس عرفت المستشفيات بعد المستشفى الاسلامي الاول بتسعمائة سنة بعد المستشفى الاسلامي الاول بمتين سنة كرطبة كان فيها كان مستشفى يعني قبل باريس بسبعمائة سنة كان فيها خمسين مستشفى في مدينة واحدة كان فيها 3000 مسجد وتخيل حجم المدينة شيء طبعا مبهر يا اخواني دي مدينة كرطبة سنة 350 هجرية تعالوا نبص على مدينة فاس سنة 600 هجرية مدينة فاس كانت من المدن الصناعية الاولى في العالم مدينة فاس كان فيها اكتر من 3000 مصنع لنسج الثيار بالضغط 33-64 كان فيها 47 مصنع للصابون 86 مصنع لدبغ الجلود 116 بار للصباغة 12 مصنع لتسبيك الحديد والنحاس 11 مصنع للزجاج 135 مصنع لصناعة الجير المستخدم في الطلاق 400 مصنع للورق 188 مصنع للفخر وكان فيها 200 مكتبة لبيع الكتب سنة 600 هجرية يعني من اكتر من 800 سنة من الوقت هذه مدينة فاس وهذه انثلة ليست هذه حضارة المسلمين العلمية احنا بس بنفتح صفحات بسيطة جدا 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 في حضارة المسلمين العلمية حضارة الاسلامية اخواني فعلا كانت حضارة تجمع بين علوم الشرع وبين علوم الحياة كانت حضارة تجمع بين بناء المصانع وبين بناء الانسان حضارة تجمع بين المادة والروح كما رأينا حضارة تجمع بين سعادة الدنيا وسعادة الاخرة حضارة فعلا متميزة حضارة فعلا مختلفة عن غيرها من الحضارات شكرا